موسيقى الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أعزائي المشاهدين متابعي قناة الأنيس مرحبا بكم معنا في برنامجكم الفقه الميسر اليوم إن شاء الله سنتكلم عن أحكام صلاة المسبوق قد يقع للإنسان المسلم في بعض الأحيان أن يأتي متأخرا إلى الصلاة ربما فاتته ركعة ربما فاتته ركعتين ربما فاتته ثلاث ركعات هذا هو المسبوق المسبوق الذي إذا جاء يجد الجماعة قد بدأوا الصلاة ممكن يفوته شيء من القراءة أو تفوته ركعة أو تفوته ركعتين أو ثلاث ركعات أو أربع ركعات ولكن لا ينبغي للمسلم أن يأتي دائما مسبوقا فإن هذا مذموم فقد قال صلى الله عليه وسلم لا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وإدراك الصلاة من أولها فيه فضل عظيم جدا فإن من أدرك الصلاة من أول تكبيرة الإحرام أربعين يوما أربعين يوم تدرك الصلاة من أول تكبيرة الإحرام يكتب لك براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار الله أكبر والله أحكي لكم هذه القصة في مرة كنت في منطقة من مناطق الجزائر في غربي الجزائر فإذا لا أقول شابان بل مراهقان يعني عندهم 14 سنة وجدتهم يتنافسون على أن يدركوا الصلاة من أول تكبيرة الإحرام أربعين يوما هذا كاليوم كان هو اليوم من الربعين أربعون يوم لم تفتهم تكبيرة الإحرام إذا تقرر هذا فهنا نبدأ في الموضوع وهو الكلام على أحكام صلاة المسبوق المسبوق ينبغي أن يأتي إلى الصلاة بسكينة وبوقار كما مر معنا في درس أداب المش إلى الصلاة لأن ربما المسلم إذا كان مسبوق يريد أن يدرك الركعة فيأتي وهو يجري وهو يهرول وهذا خلاف السنة فالمسبوق يأتي إلى الصلاة بسكينة وبهدوء والذي يدركه مع الصلاة يصله مع الإمام والذي يفوته يقضيه أو يتمه قال عليه الصلاة والسلام معلما لنا هذا الأدب إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذا المسبوق هل ينال أجر الجماعة؟ يعني واحد فاته الركعة الأولى حضر الركعة الثانية والثالثة والرابعة من صلاة الظهر هل ينال أجر الجماعة؟ نعم ينال أجر الجماعة ولكن ليس هو في الأجر كمن أدرك الصلاة من أول تكبيلة الإحرام لبكر المسجد واحدر الصلاة من أول ما قال الإمام الله أكبر ليس كمن فاتته ركعة ليس كمن فاتته ركعتين لكن الذي يدرك الصلاة يعني فوتها ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات في الصلاة الرباعية له أجر الجماعة وينبغي أن ننبه على شيء أن الصلاة تدرك يعني الصلاة عموما تدرك بإدراك ركعة الذي يدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة الصلاة الظهر حضر غير ركعة الرابعة حضر ركعة الرابعة كاملة هذا عنده أجر صلاة الجماعة كذلك مثلا في صلاة الصبح حضر الركعة الثانية هذا بإذن الله عند أجر صلاة الجماعة لكن لو أن إنسان أدرك صلاة الصبح في التشهد يعني جاء ونقال قوم يتشهدون هل يأخذ أجر الجماعة؟ يعني نحن نعرف باللي الركعة تدرك بالركوع وهذا سيأتينا في حلقة اليوم الركعة تدرك بالركوع ليدرك الركوع فقد أدرك الركعة ليفوتها الركوع فقد فاتته الركعة فإذا فاتها الركوع فاتته الركعة وبالتالي لا ينال أجر الجماعة أعني الركعة الأخيرة في صلاة الصبح حضر في التشهد أو في صلاة المغرب حضر مثلا في التشهد هذا العلم هو وش يقوله؟ إذا كان إنسان مقصر ديما يتأخر يديش أذر الجماعة لأنه ما حضر أي ركعة أما إذا كان إنسان عادته يأتي إلى الجماعة ويبكر ولكن في ذلك اليوم قدر الله ما شاء فعل شغل أو كان نائما لم يستيقظ ولم يتنبه فهذا يكتب له أجر الجماعة هذا المسبوق ينبغي أن يبادر إلى الفريضة إذا دخل المسبوق إلى المسجد وكان عليه صلوات ما يبدأش يخلف هذه الصلوات يدخل مع الجماعة مباشرة هو مسبوق ما صلى الله ركعته الفجر وانقى الإمام يصلي بالناس ما يروح يصلي ركعته الفجر يدخل صلاة الصبح مع الإمام قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذن المسبوق لما يدخل يدخل مع الجماعة ما يبدأش يخلف الصلوات كذلك هذا المسبوق ينبغي له أن يكمل الصف يعني إذا دخلت وانت مسبوق ما تدير الصف لا ينبغي أن يحدث صفا والصفوف التي قبله لم تكمل بعد إذا جيت أنت مسبوق انظر إلى الصف الأخير إذا كان الصف الأخير فيه فرجة ادخل في الصف الأخير أما أنك تحدث صفا جديدا فمن أحدث صفا جديدا والصف الذي قبله لم يكتمل قال العلماء صلاته باطلا لا يجوز للمسلم أن ينصلي منفردا والصف الذي قبله لم يكمل هذا نشوفه بعض المرات وهنا أنبع على شيء بعض الناس كيسين مسبوق وشي دير وراء نقاء الصف كامل هنا وجد الصف كامل الحالة الأولى الصف لم يكتمل هذا الحالة لا دخل قد الصف مكتمل ماذا يفعل بعض الناس يجبد شخص من الصف الذي قبله يسحب شخص من الصف الذي قبله وهذا لا ينبغي وهذا مبنى على حديث لا يصح إذا جيت وقيت الصف مكتمل دير صف وحدك معلش لأنك أنت فعلت الذي تستطيع أما لو جذبت لو سحبت شخصا من الصف الذي قبلك وش غدي يوقع هذاك الإنسان غدي يوقع خلل في الصف الذي قبله وهذاك الإنسان غدي تفتنه فإذا جئت وكان الصف مكتمل معلش صف لوحدك ولا تنتظر مدغوش القالح تيجي بعد آخر وكون هذاك الشخص لك تنتظره لا يأتي وكون ربما لا يأتي إلا في ركعة تانية المسبوق إذا جاء ينبغي أن يتابع الإمام ضحضوا معي إذا وجدت الإمام وهو ساجد أسجد بعض الناس وش يدير يقول مدام الإمام رأى ساجد رأي فتتني ركعة إذا هذا الركعة لا تحسب لي علي لا تحسب لي كن الجد ودائما نبقى فتتني ركعة ماذا يفعل؟ ينتظر حتى يقوم الإمام لا إذا جئت مسبوقا ووجدت الإمام ساجد فاسجد إذا وجدته بين السجدتين فاجلس بين السجدتين إذا وجدت الإمام يتشاهد فتشاهد بعض الناس كما قلت لكم إذا وجد الإمام راكع يركع ما شاء الله إذا وجد الإمام قائم كذلك يتابعه لكن إذا وجده ساجد أو بين السجدتين يقول صحيح أن هذا الركعة فتتني لا السنة أنك تتابع الإمام ولهذا جاء في الحديث إذا أتيتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا هنا مسألة ذكرها الفقهاء من جاء مسبوقا هل يركع دون الصف لإدراك الركعة لما دخلت أنت المسجد الإمام قال الله أكبر ركع ونتركع عند باب المسجد هل تركع عند باب المسجد أو في الصفوف المتأخرة حتى لا تفوتك الركعة يعني بعض الناس يكون همه ما تفوتهش الركعة فيركع عند الباب في مؤخرة الصفوف والصف الآخر ما زال ره يعني بينه وبينه مسافة احنا وش نقوله نقوله كما قال الفقهاء إذا كان الصف الأخير بعيد يعني أنت تركع عند الباب الصف الأخير بعيد وش نقوله لك لا تركع بل امشي ما تدخلش قعف الصلاة حتى لو فاتتك الركعة لأنه لو تركع وبينك وبين الصف الأخير مسافة بعيدة ما معنى هذا أنك ستمشي وأنت تصلي وستتحرك حركات كثيرة والحركة الكثيرة تبطل الصلاة فإذا كان بين الباب والصف الأخير مسافة طويلة لا تركع أما هناك مساجد يعني مساحتها صغيرة إذا ركعت في الصف الأخير إذا ركعت عند الباب وبين الباب وبين الصف الأخير مسافة قصيرة هنا يعني ربما مسافة ثلاث خطوات هنا ما شاء الله هنا نقولك اركع كبر تكبيرة الإحرام واركع وامشي وامشي حتى تدرك الصف الأخير وهنا أنبع على شي دائما نفتن بهات بعض الناس يكون مسبوق همه يدرك الركعة واش يدير يكبر تكبيرة الإحرام لكن شوفه يجيب تكبيرة الإحرام يقول الله وهو قائم وأكبر ويجيبه هو بغيرك هذا صلاته باطلة تكبيرة الإحرام لابد أن تأتي بها وأنت قائم تكبيرة الإحرام وركنها القيام إذا كنت مسبوق قل الله أكبر وانت قائم لو قلت الله أكبر وأنت قائم وراء قلتها في حال الإنحناء فصلاتك باطلة فالمسبوق يجيب تكبيرة الإحرام تكبيرة الإنتقال يعني يستطيع أن يستغني عنها الأفضل يجيب تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الإنتقال يجيب تكبيرة الإحرام وما يجيب تكبيرة الإنتقال صلاته صحيحة لو جاب تكبيرة الانتقال وما جابش تكبيرة الإحرام صلاته باطلة فلابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم الركعة قلت لكم تدرك بالركوع فمن أدرك الركوع إذا قلت الله أكبر ووضعت يديك على ركبتيك تبعني قلت الله أكبر ودرت اليدين على الركبتين ما زال ما قلت سبحان ربي العظيم بمجرد ما وضعت يديك على ركبتيك قال الإمام سمع الله لمن حميده فهنا أدركت الركع لكن وش الدين قلت سبحان ربي العظيم مرة فإذا ركعت ووضعت يديك على ركبتيك فقد أدركت الركع ولكن قلت سبحان ربي العظيم أما بمجرد ما إنحنى ظهرك قال الإمام سمع الله لمن حميده فهنا قد فاتت كالركع وهنا هذه همسة للمؤدنين المؤدن يا إخواني ينبغي له إذا أحس عفا للأئمة الإمام إذا حس بمسبوقين وش يدير الإمام يطول نوعا ما في الركوع وهو راكع الإمام حسب لكي الناس دخلوا رهما مسبوقين السنة أن يطيل نوعا ما في الركوع حتى هذك المسبوقين يدركون الركوع وبالتالي يدركون الركع بقي مسائل تتعلق بصلاة المسبوق وهو لعله أهمها كيف يرقع المسبوق صلاته هذه لعلنا نرجعها إلى الحصة القادمة إن شاء الله فكونوا معنا في الموعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا